عجبني قوي قوي الشعار الخاص بربطة الأندية في الدور العام اللي موجود من خلال إعلانات الملعب عجبني قوي لما شفته لأن بداية موسم جديد على المستوى القرى حدث ولا حرج موسم حيبقى أكثر سخونة من أي موسم مضى سنة في الدورة حتبقى مختلفة تماماً الفرق كلها بادية بداية قوية وكل واحد حريص على النقطة وكل واحد حريص على أن يبقى في جعبته من البداية ثلاث نقاط الأهل بدأ أمام الإسماعيلي مفيش هزار الزمالك وراء أيضاً مفيش هزار سيراميكا كيلو باترا مع أحمد سامي لا ناوي فيوتشير نهاردة مع علي مهر ناوي هو كمان على الاستمرار في المنافسة زي ما عمل الموسم الماضي وصل للكونفيدرالية وبالتالي كل الفرق بتقدم مردود طيب للغاية حتى الفرق اللي صارت يعني النهاردة الداخلية تعادل مع طلاعي الجيش وقدم مباراة رائعة شفنا مباراة المحلة والمقولين أيضاً النهاردة لا الشكل تاني مختلف مختلف فإيه المطلوب؟ المطلوب الصورة اللي احنا شفناه في الملاعب شجع فريقك بدون تعصب لا للتعصب وأنا بشكر النائب أحمد دياب رئيس رابطة العنداء المحترفة على اختياره هو والربطة للشعر ليه أنا بقول الكلام ده؟ أنا لا أوجه هذا الكلام لجماهير القرى فقط لكن النهاردة رسلتي حتتعدى جماهير القرى اللي موجودة في المدرجات واللي موجودة أمام شاشات التلفزيون لفئات أخرى حقصتها النهاردة بدأت المدرجات ترجع لسبع عهدها وزي ما قلت في الحلقة الماضية أن أول الغيث قطرة المدرجات كانت خاوية على عرشة الفترة الماضية بدأنا خمسمية في ألف في ألف في لغت ما وصلنا ستة آلاف العنصر اللي موجود في المدرجات هو بمثابة الروح للجسد بنسمع أهزيج بنسمع أغاني بنسمع تشجيع كل جمهور لفريقه وده هو اللي احنا عايزين زمالك بالأمس متعادل مع اسموحة وخلاص ربع ساعة في المباراة أهزيج الجماهير وأغاني الجماهير وهتافات الجماهير الخاصة بنادي الزمالك ألهابت المشاعر خلت الهدف الأول والهدف الثاني ونفس الشيح حصل مع الإسماعيلي في المباراة الأهلي الأهلي برضو جماهيره وراه والإسماعيلي جماهيره وراه المصر بورسعيدي ها هتتحرك وحتبقى موجودة غز المحلة النهاردة موجودة ورا فرقتها في الجبل الأغضر في المقولية العرب فده اللي احنا عايزينه شجع حضرتك فرقتك زي ما انت عايز حتش يدروا لك لا غني أرقص افرح اعمل شعارات فرقتك اللي انت عايزه في المدرجات لكن بدون خروج عن المألوف بدون خروج عن المألوف وأنا نفسي على المستوى الشخصي إن في بعض الصور ما شوفاش في المدرجات أنا مش فاهم يعني إيه اللي أنا قلع هدومي ودي ظهري وقعد أشجع وأنت رايح تشجع فرقتك أو سستمتع بالأداء طبع انت بتتفرج ازاي وانت مد دهرك الملعب وقلع هدومك ففيه سلوكيات غريبة داخلت علينا ما كناش بتشوفها زمان كان زمان تلاقي للستاد سبعين وتمانين ومت ألف ما بتلاقيش خروج مصطرة ماشين صح انت حضرتك رايح شوف لعبة حلوة تغني بيها تتغنى بيها وتفرح بيها وتنادي على اللاعب اللي عملها ده اللي احنا بنشوفه تمام شجع بدون تعصر ده الشعار الجميل شكرا يا جماعة صورة الجميلة فأنا سعيد جدا بعودة الروح للجسد ومرارا وتكرارا بقولها ان اللاعب في المستطيل الأخضر زيه زي الفناني اللي واقف على خشبة المسرح محتاج اللي يشجعه محتاج اللي هو يتفاعل معاه في كل فيه بيطلعه محتاج العنصر اللي يقوله الله لما يبدع يقوم ابداعه يا زيد صح ولا أنا غلطان تمام وده يلاقيينه دلوقتي في المدرجات لكن عايز الحتة الأخيرة الالتزام سلوكنا ثقافتنا عربتنا شرقياتنا ألاقيها في المدرجات وأنا قاعد مش عاوز بنتي أو زوجتي تتفرج على أو قاعد تتفرج على المرأة ألاقي صورة جاية على واحد قال لي حدوم لا عادتنا ولا تربيتنا ولا سلوكنا افرح اغني ارقص اعمل اللي انت عايزه وانت واقف بتغني وبترقص وبتشجع فرقتك زي ما انت عايز لكن في ظل عادات وتقاليد ومورثات احنا تربينا عليه دي واحدة يبقى شجع بدون تعصب شجع بدون تعصب حنتقل بيها أو حنقل بيها من المدرجات لمنابل الاعلام المختلفة وده مربط الفرس اللي لازم اتكلم فيه دايما ننادي بالمثالية